جربت المسك وما تدنيش نتيجة تفتيح هايلة ما تدنيش تفتيح النتيجة اللي حضرتك وقلت عليها انت بتقول اي الكلام وخلاص؟ حسيت ان بشريتي مفيش اي نظارة زي اللي حضرتك وقلت عليها ما حسيتش بنتايج خالص حسة انا زي ما انا بشريتي مش بتتغير طبعا في تكهيزات يا بنات لازم نعملها قبل اي مسك حتى لو مسك تفتيح من السيدلية وصفة جربتها من مبخك في تكهيزات لازم تتعمل قبل المسك يا بنات دي مهمة جدا دي اللي بتخلي المسك يدي نتيجة هيلة وسريعة ومن غيرها مش هنحس بنتايج خالص للمسك مش هحس ان انا استخدمت حاجة هتقولي لي بقى اللي هي ايه هقولك ازاي هتجبيلي اربع كبيات مية تمام؟ وهتحط فيهم ورقة نعناع او ورقتين نعناع هيل جدا يا بنات مع البشرة طعفة بدي نظارة هيلة جدا وهتحطي لي ترنشات لمون اوكي؟ ولو عندك شي اخضر تمام ما عنديش مفيش اي مشاكل ممكن نشتغل من غيره ومعلاية ميت وردة كبيرة ونسيبهم يغلوا شوية لحتى ما يغلوا بسيط كده وبعدين هتعملي بخار مية دافية لبشرتك هتخرج كل الشوايب اللي في بشرتك واحنا كده بنفتح البشرة بنفتح المسام وبنجاهزها للمسك عشان تبقى نتايج سريعة جدا ودي الطريقة اللي هتخلي اي ماسك مهما كان المسك بسيطة او خماته بسيطة او اي امكانيات او اي مستحضر تجميل من الصادلية حيديك النتيجة هايلة جدا لازم تكون البشرة نضيفة وبعد ما نعمل البخاردة هنشفه الشنة كويس جدا كده المسام بقت مفتوحة المسام لما بتكون مفتوحة يا بنات بتكون النتيجة معانا هايلة عايز اقولك انها اقل خامة او اقل اي خامة بسيطة تتحط مع بشرتك هتبقى النتيجة ممتازة جدا 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 وكده بقى وشي تجاهز باستعمال اي ماسك كده بخش تجربي اي وصفة اللي انا منزليها وهتخش تتعيلي تقولي انا اللي كنت بستعملها غلط انا اللي مكانش ببقى وشي جاهز ما تنسوش يا بنات تشتركوا في الجناة وتفعلوا الجرس لشانا يوصل لكم كل ما هو جديد واللهي كل حلوة بتاعك دوت وان شاء الله هتستفدوا مني كتير الفترة الجاية هخليك تعملي كل حاجة من بيتك يسدت بيت شطرة ملكة جمال من بيتك يا ست الستات خليك معززة مكرمة بتعملي كل حاجة من بيتك شطرة في كل حاجة وعلى فكرة انت ممكن تاخدي كلامي ده كله كمشروع وتنفذي نكتمدي بجلسات بشرة للناس جلسات علاجية للشعر انت وشطرتك بقى كنت عايز اسألكم في حاجة اخر الفيديو ايه رأيوكم في الرسمة اللي انا رسمها على الحيطة دي على فكرة الرسمة دي انا اللي رسمها باي باي يا بنات اشتركوا في القناة